عاجل محافظ شبوى يستقبل وفدا حكوميا رفيع المستوى يضم قيادات جنوبية بارزة تفاصيل عاجلة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة قناة نبأ الاخبارية اخبار اليمن لحظة بلحظة استقبل اللواء عوض بن فريد الذي يشغل منصب محافظ شبوى في حكومة الحوثيين عددا من محافظين محافظات الجنوبية والشرقية المعينون من قبل الجماعة الحوثية في صنعاء اثناء زيارتهم لمديرية بحان بعد يوم من سيطرة قوات الحوثية على مركز المدينة وذكر هاشم السقطري محافظ ارخبيل سقطرة في منشورا على صفحته الشخصية فيسبوك انه محافظ لحج الشيخ احمد جريب والشيخ محمد المقدشي عضو المصالحة الوطنية واللواء صالح الجنيدي محافظ ابيان واللواء القاع تبيع علي محافظ المهرة زاروا عدة مرافق حكومية في بحان حيث كان في استقبالهم اللواء عوض بن فريد محافظ شبوى ومدير عام مديرية بحان وجمعا غفير من المواطنين واشار السقطري الى انهم قاموا بعدها بزيارة لمديريات عسلان وعين ومناطق اخرى تحت سيطرة الحوثيين مؤكدا انهم لمسوا خلال الحديث مع المشايخ والاعيان والمواطنين ارتياحا شديدا لقدوم قوات الحوثية اليهم وتحرير البلاد مما وصفوه بالاحتلال يأتي ذلك غدا تسيطرة قوات الحوثي بصورة كاملة على اربع مديريات مهمة في محافظة شبوى وهي بحان عين عسلان وحريب بعد معارك مع قوات الجيش الوطني انتهت بانسحاب الاخيرة وتقدم الاولى الى تلك المناطق القريبة من مركز المحافظة مدينة عتق